السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء الأول Electrical Resistance وتمثل هذه الصورة بعض النماذج الحقيقية للمقاوم الكهربائي وما يسمى هنا المقاوم الكربوني قبل البداية في التعريف يجب أولا أن نفرق بين Resistance والResistor فالResistor هو المقاوم الكهربائي أما الResistance فهي المقاومة مقاومة ماذا؟ مقاومة شدة التيار الكهربائي فتخفض من قوته يعني إذا وضعت مقاوم كهربائي في دارة كهربائية وعندي مثلا هنا مصباح لامبة فإن هذه اللامبة بدون مقاوم كهربائي فهي تضي بشكل جيد إذا وضعت مقاوم كهربائي فإن هذا المقاوم الكهربائي كما رأينا في التعريف فإنه سوف يخفض من شدة التيار الكهربائي وبالتالي إنارة المصباح سوف تقل وكلما وضعت مقاومات كهربائية قوية قوية المقاومة فإن الإنارة سوف تقل والرمز المقنن للمقاوم الكهربائي هو كالآتي ونرمز إليه بحرف ال-R وقيمة المقاومة هي الأوم ويرمز إليه بهذا الحرف اللاتيني هذه المقاومة تمتد بين قيمتين لمت إما سفر أو ما لا نهاية فعندما تكون قيمة المقاومة سفر أوم فهنا نتحدث على دارة كهربائية شورت سيركت يعني كأني قمت بربط القطب الموجب والقطب السلب وفي هذه الحالة هذا السلك لو قيمة سفر أوم قيمة جهده تساوي سفر مهما كانت قيمة الطيار الكهربائي أما أما القيمة الثانية ففي هذه الحالة ففي هذه الحالة نسمي السيركت الدارة الكهربائية هنا أوبن سيركت فالدارة إذن هنا مفتوحة قيمة المقاومة هنا هي ما لا نهاية وقيمة الطيار الكهربائي الذي يمر من الواضح أنه سفر مهما كانت قيمة الجهد الكهربائي بين قطبيه